كميسين زيران عضو اللجنة الوطنية ضحايا امتيحان المحمد يعني كيف ما كتشوفوه كيف ما كعرف رأي العام اللي كمتباه معنا يعني الملف دي الامتيحان محمد لي ولا قادية يعني دي الرأي العام والخروقات اللي كانت تشابتو في امتيحان دي الفين واثين 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 أنا تنبغي نقول الرأي العام أن هذه الخروقات اللي كانت في امتيحان السابق تعودت في امتيحان دي الفين واثين واثين اللي جاء بناء على توصية وسيط المملكة وقال بالامتيحان الجديد خاصتكم فيه الضمارات الشفافية والديمقراطية او وتكفؤ الفرص فالوزارة عودت نفس خروقات تحدث المواطنين وابناء الشعب الممتحانين في امتيحاني بجوج وتحدث كذلك المؤسسات الدستورية التي تمارس الرقبة على هذا الوزارة والعمل دي المنتخبين فدارت نفس خروقات والنتيجة لهذا الشيء هذا هو يعني كيخوضوا مجموعة دي الأعضاء دي اللجنة وطنية اضحى امتيح المحامات إضراب مفتوح على الطعام من أجل يعني مطالب المشروعة والمتمثلة في تكافؤ الفرص وفي إجراء امتيحاني تسده الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص فكان بغي نقول أن الوزارة تحمل يعني المآل الذي يضرب على الطعام هاد الناس هادوا المضربين على الطعام يعني الأرواح دي لهم في رقابة وزير العدل في رقابة وزارة العدل احنا الآن كنشوف يعني كنا واحد الأخت معنا مشات يعني جوج مرات المستشفى والآن هي باقى هذه المرة الثانية باقى في المستشفى دي المولاي يوسف الحالي دي جد حريجة مشات البارح في الليل وهي باقى الآن في المستشفى لأن الحالة لا تسمح أنها تخرج من المستشفى فكان نقول إلى أي حد أن الفساد غادي قاوي عاود راسه فصراحة أنا كنتأسف على الطالبة دي المغرب والطالبة دي القانون بشكل خاص لأنه ما كنش واحد المستقبل بالنسبة لهم في وحد الوزارة لكي يقود وزير العدل اللي هو وهبي لكي يورسد مينة دي المحامات وكي يوزغي الناس اللي يبغى فمشي إحنا ما بادينا كلهم يعني وزارة أو لا ناس نافذين في العدالة أو لا ناس يعني كنتمي ولا يؤد المحامين أو لا سياسيين باش عنا نكونوا مولجوا لمينة المحامات الناس هدوا بغى ورجعوا مينة المحامات مينة طبقية مينة دي الأبناء دي الأبناء فقط دي العائلات ويقفلوا الأبواب دون أن نحن أبناء الشعب فأتي لسنبغي نقول المواطنين ورأي العام صراحة وهبي ليس الشخص المناسب في المكان المناسب لا يصلحه للسياسة لا يصلحه أن يدبر شأن وزارة العدل لا يصلح أن يكون في أي وزارة لأنه أسوأ وزير مرة في التاريخ للمغرب أسوأ وزير مرة في التاريخ للمغرب لأنه عتف الأرض فسادا أراد أن يشرعنا الفساد داخل إلى وزارة العدل كما أراد أن يشرعنا لها في مجالات أخرى فإحنا كنقوله ما يمكشت وزير العدل فاشل يقرر مصير ديل طلبات القانون دو كفاء عالية وهاتش يشفنا من أنه هو كان المشرف على الجناد الامتيحان في 2022 ودوز ولده ودوز كذلك غير الناس المعارف ديله والضحية هم إحنا أبناء الشعب